البابونة الصيدلية بالكامل إسماعيل زيتوني أمارس مهنة طب الأعشاب أو الطب البديل قام جدي الحاج مصطفى زيتوني بافتتاح محل بأقيل سنة 1885 وبعد ذلك تابع الوالد 1945 يعني بموعد ميلادي لا أمنع الناس اللي يأخذوا الطب الكيماوي لا أنا ما باب نعوه ولكن الأأمن والأفضل لجسم الإنسان هو الطب الطبيعي الطب العشاب ليش؟ لأنه ما له أخطار جانبية أو سلبية للجسم هاي البابونة الصيدلية نعم الصيدلية بعد ذات كما شرحت لكم الماليسة من المواد المهدئة والمنعشة نعم نعطي العلاج المناسب للإصابة لما بشوف التحليل بتحدد لي نوعية العلاج نعم نعم أجدادنا وأمهاتنا وأداد كانت تعالج أطفالها بيها مثلاً أنا صار ابني معه مغص فما في إش الحالة بجيب هالكمون بجيب هالنعناع بغليله إياه وبشربه إياه بتلقي لك راح المغصب السولي القرفة من المواد المفيد تشيط الدورة الدموية والموت هذا يعني كل عشبة إلى دراسية ما بصير تجي تحط عشبة وما بتعرف إش مكوناتها وإش التال لأمراض معينة